اشتركوا في القناة 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 لها يعني ربما تصادف دعوة مستجابة محمد علي والله أنا لي الشرف أيها قال دعوتكم لحجة مبروكة متفية طيب اللهم أغفر الله وارحمه يا رب العالمين يوم سببنا التعليق يا علي والبركة فيكم وأحسن الله عزاكم طيب سببنا التعليق تكرتك حزبت التعليق والله طيب عندنا العنامين بارزة فوق عندنا التكينا عندنا دقال شنو قال الله يبدأ اليوم بس ولا حيكون يومي فيه اثنين لا لا حيكون يومي ان شاء الله فيه اثنين إذا استطعنا إذا ربنا قدرنا ووفقنا حيكون يومي فيه اثنين ان شاء الله وحنطلع نتكلم ما عندنا نحية الساعة 4 جميل كان فيه لايف وهسا الآن فيه لايف كنا نطلع قبل شوية لكن لقيت لايف شقال تقريبا حسام الراجل حسام برضو عمل ترجم اللايف داك أو نقلوا مكتوب نقلوا مكتوب نزلوا مكتوب حسام قائم بعمل جميل لله قائم بعمل كبير وبازل مكتوب موفق يا حسام الناس اللاو بتعرف الصفحة بتاعت حسام ان شاء الله بعد الله يفتح ان نزل لكم الرابط بتاعه الماء متابع يمشي تابع الراكز حسام يتنزل التقرير يوميا هذا ماننزل للناس اللا عندها مشكلة مع ناتو كده طيب 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 عناوين بارزة فوق عندنا تسلم تسلم يا سعيد تسلم والله اديك العافية قلنا انا بالرقز انا بين بارزة فوق او موضح فوق عندنا التكنة وعندنا قرية الشكيري وعندنا القضارف وعندنا عطبرة وعندنا المناطق ديها انا هناك مشكلة في الصوت فاكد تسلم لان لو عملت الصوت فاكد تسلم قالبا نفهم اقلط انا كنت قاعدت تشويش عندك مشكلة اطلع وانزل ثاني اطلع وانزل ثاني قلنا الليل النجمة الانجاز من نصيب الجوية الجوية من امس الليلة الشغل شغل مشرف بالذات غربا او خصوصا في الاتجاه القربية او في المحاور القربية يشتغل شغل كبير جدا جدا اليمن يركزين على تحييد الاندادات وهذا ما نريده هذا ما نريده المصطفى حبابك في التركيز على الهناي وفي ضربات يعني دقيقة جدا جدا بالملي بتستهدف امدادات الجنجة الجيش زي ما عارفنا الايام دي بيضيق او مضيق الخناق على الجنجة بتحييد امداداتهم ثم حتى المنافس بتاعتهم يتم التعامل معه زي ما تم التعامل مع جسر جبل اولياء والان الجسر ده خارج الخدمة معطل تماما ما يجيك واحد يقول لك والله يصنناه والله ما تصينه تاني تصينه بوين عيوننا هناك وقعدين ومصادرنا جواك وماجنجة لان نصنناه ونصنناه طيب قل لك جوية نجمة الانجاز عم تشتغل بشغل مبارك او شغل كويس جدا جدا عندك في منطقة الكومة منطقة الكومة سبحان الله قاعد يتبكوا وقال لك يا اخوة الله العظيم المواطنين والمواطنين ويقول لك تظلع اثناء الفيديو هم يقول لك زل أذن انتظرك لذلك لان انتظركوا خيديج مواطنة اذن انتظركوا خيديج اذا كنت هناك ابطاء بالكام مواطنة استطيعوا توبع كيف يكون مواطن هل المواطن يتواجد في الخندق أو خارج الخندق أكيد طبعا خارج الخندق هذا جنجة أنا أعطيك التفاصيل عن البل وما حدث بالضبط وحتى الخسائر أنا أعطيك أول حقيقة أعطيك 21 برميل وقود تم تحييدهم عندكم تسعة عربات تم تحييدهم سبعة منها قتالية واثنين عربة ملاكي برضو تابعة لكم تم تحييدهم بالإضافة لعربة شاحنة زخاير تجد قول لي قال معارف مواطنين وطيران بفلول وتعرف الكومة بزاعة العمليات والسيطرة قياداتهم متواجدين في الكومة كل الحركات تمشي تكابس من الجهة الشرقية دعمها كلهم يأتي من الكومة العافشة تنهب من المنازل وفي البيت البيت تدخلوا الجنجة كلهم جاعدين في الكومة كلهم يتعرفون حقيقة الناس وغيادة الجنجة معكم وأولادكم وفي الصفوفة الأمامية مع الجنجة ومعارف المواطن هل تقول مواطن ؟ لا مواطن سبحان الله يخونا لدينا جيش محترم والله العظيم والله عندنا جيش محترم و جيش ملتزم و جيش بعيد يعني ما يشتغل بلد الفعل ولا يشتغل شغل احترافي شغل احترافي حبابك يا علوي عباس اللهم امين يا قدت وفادي اياني شغل احترافي والله العظيم بالشيء ينبسوا فوق الدنيا يعني القيادات الدل لو لا يستخدموا الحكمة و لو يتهوروا و يشتغلوا بلد الفعل والله النازل لا يجعله منطقة يخرج منها جنيا لكن النازل يعمل بفهم و يعمل بشغل احترافي حيّروا المجتمع الدولي حتى الأعداء لا يوجد اثباتات لا يزبطوا لا يزبطوا أن الجيش يرتكب مجازر في المدنيين حتى الفيديوهات الودواء قالوا هذه هي هدف عسكرية الفيديوهات الودواء لا أعرف ماذا يحكموا هذه هدف عسكرية كل تلفيق كل تلفيق عبدالباقي أو الروس حبابك كل تلفيق من أين و من العلامة المساعدة و من العلامة المساعدة قالوا لهم ألقى هذا سابقا وهذا كل تلفيق الجيش يعمل بل هدف المشروع فقط وهو الهدف العسكري يمداد 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 فلا تبكوا يا جنجة فلا تبكوا يا جنجة قالوا لكم تبكوا و كنتوا أريد أن تودوا قدامه قبل أن تخزروا تم التعاون معه أهم شيء الوقود و أهم شيء الزخاير بالإضافة أيضا إلى الفزع لديهم أيضا مجموعة من المستنفرين يعملون فيها قوة حماية و هذا أيضا ينقرجوا و كم؟ تلاتة و أربعين يعني الدقة لمزة كانت الدقة أصلية قال لك طلع زودة من الخندق قال لك مواطنين 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 ماذا يا زودة؟ طيب عندك بردو أمس جاقو جاقو هناك لاحظ بردو المدرعات بتاعتهم ثلاثة مدرعات تم تحييدها و بردو عندك القلاب المليان المليان مستنفرين قبل أن ينزلوا و قبل أن يأخذوا تعليماتهم و قبل أن يوزعوهم نازل جاء منهم جداد لنج تم التعامل معهم كلهم بعملات تنزيل القروج نهاية دامس ثلاثة مدرعات و عدد كبير من المستنفرين كوائز قلاب كامل بالإضافة بردو منظومة تم تحييدها و بالإضافة بردو تنكر بتاع مويا تم تحيين تحييده شغل بالملي كذلك بردو الليلة قرب السودان اللي هو منطقة الفاشر بردو الاتجاه الشرقي بردو شغل كويس جدا جدا الطيران كان حضور الساعة اتناشر والساعة اربعة الاربع الساعة اتناشر حيت سبع عربة ده الساعة اتناشر شغل شرك المدينة سبع عربات قتالية في عدد من الثلاثة وعشرين كذلك الساعة اربعة بردو يحيت عدد ثلاثة عربة و عدد دفار محمد بشنو الله أعلم الله أعلم تم تحييده بردو بالإضافة لعدد من تجمعات الجنجة تم التعامل معه حضور 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 طيب بردو كذلك عندك النيالة شفت طبعا البكا والجقلبة بتاعت نيالة وانه يا اخوالله الطيران تدقى وانه الطيران تدقى حتى سبحان الله انتعلم انه نازل المرضي يعني عندهم كان فهم في رأسهم يعني انه جايبين مستنفرين وجايبين جيش كويس بها يعني حتى الناس اللابسين ما لابسين كاكي جنجر ما لابسين كاكي بتعجاج عديل انا ما عرف كان فهمهم شنو خططهم شنو النازل معلوماتهم اترفعت والله اقسم بالله العظيم من النازل دخلوا نيالة من دخلوا نيالة وجهتهم وتوزيعهم وخروجهم معلوماتهم كانت معنا الحمد لله رب العالمين خرجوا من نيالة وتم التعامل معهم وتم التعامل معهم سريعا سريعا وقالت دقة من امه عدد كبير جدا جدا قسائر في الارواح وفي الاعتاد وقالت لك اليوم عندنا في التركيز اليوم عندنا في تدوير مدورنا غايته ما عارف ما كان المدور الشغل ده لكن الشغل كله يرزد باحترافية ما شغل ساي وما يغشوكم يا جنج يقعد يقول لكم والله العظيم والفاشر قربته والله العظيم والله لا أسمع كلام إذا أي جنجة عندك النية تستنفر قاعد خارج الفاشر والله إني لك من الناصحين والله إياك يغشو كويس دقيقة قلنا العملي فرص اخوانا وفي شغل تقريب جدا وهذا ما نريده وحتى السرخات على الجنجة بقدت كثيرا جدا جدا شوفنا القروبات ما في قروبات انتم ما داخلين فيها في قروبات ما داخلين فيها نحن بنعرفها كويس بك وجقلبة شديدة فاي زول خارج الفاشر والله ما يضيع نفسه وما يغش نفسه والله ما تجي الفاشر أنا أقول لك عشرة مرات والله ما تجي الفاشر والذي رفع السماء بغير عمد ما تجي الفاشر وحيات الله وبترجع والله العظيم وكتابه الكريم وبترجع والله الرجع زادة التبقى في فتيل كتار الغير رايهم في الذكرة انتكلمت عنهم قبل أربع يوم مش قلت لهم والله الرجع اقسم بالله كان يوم الناس المشترك في الشارع والله كما نولم والله شالم منهم ستة عربات والله العظيم شالم منهم منظومة برضو شغل منهم ستة عربات شغل وليس شغل يا زل لذلك نحن نقول لكم هذا الشغل ما زي الإعلام بتاعكم هذا شغل تطلص وشغل مضلل ومددتوا دقائكم عطش عجيب يعني سبحان الله العطش بحاربكم الجوية بتحاربكم الأمراض بتحاربكم الدعاء بحاربكم وعندكم ناس ينجعون بالقلط دقائكم أنت زادكم الجنجر يوم مسيّرة دقائهم هم زادهم ومسيّرة دقائهم مراتين دقائهم مراتين والله أكثر من ثلاثة وسبعين أكثر من ثلاثة وسبعين أكثر من ثلاثة وسبعين دقائهم سيارات وشاموا سيارات ومن ثلاثة ومسيّرة تم التعامل معه لكن هذا الليلة وكتبت لك هذا قدب إلهي حتى ناسكم ذاتكم فأييزوا الناس مضللون أنه قالوا الفاشر والله ماتني ماتني الفاشر ماتني الفاشر عاشر مرات ينجع حافظ على ولده ماتني والله أقسم بالله تكتع تسكرة الشوق هذا مختلف مختلف من الميديا لا يغشق لا يوجد شيء تتغنم في الفاشر ولا يوجد تتغنم هم تتغنم في الجنجة السلاح الشغال المستنفرين في الدفاعات المتقدمة كله يستحكم أقسم بالله كله يستحكم الأكل الذي يأكله أقسم بالله كله يستحكم كله يستحكم أهلا لا يقول الشوق ساهم نهاية لا يقول الشوق نطلع من الفاشر نجي مجايا الأبيض 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 مشكلة الآن في الشبكة خلاف ذلك الأمور هناك مرتب الأمور تماما الأبيض محسومة القائد لا يوجد كلام حتى القائد لا يوجد كلام الضباط الضباط لا يوجد كلام كلهم مقفلين الضباط 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 المداخل المخارج تحت سيطرت القوات المسلحة لم يكن أيام شخص هناك جنجة تدعونjak لا يوجد كلام ذلك ولموضوع الآن يوجد الضباط 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 أولنا الفرقة 2018 لسيطت لم يقصر الضباط الضباط يرجع النار الكلام اللفه الدوران وعدم الوضوح فأنا واضح ورأيه واضح في إسان الطيب شغلكم كعب قبل ثلاث يوم شفتوا قبل ثلاث يوم شفتوا الجنجة الجنجة ساق ناس كده جزء منهم بلغ الجبل زال وقسم بالله العظيم بالله دجاج بحبسه إذا سؤالي دجاج بحبسه دجاج بحبسه دجاج بحبسه يا سامت طيب وحيدر على الترافي وبخيد آدم يوسف رحمة دجاج بحبسه إذا سؤال انت أكثر فرقة جاهزة جاهزين ولا جاهز معاوية 22 القوات هجمت الفرقة 22 بابا نوسا بعد ذلك كانت متسلحة لماذا يستطيع أن يحافظ على المنطقة ولماذا يستطيع أن يكمل خسائر فاضحة لماذا كسروا حنق لماذا لم يحقروا لماذا يحقروا لماذا يحقروا لماذا لكم من سحبته من الجبل هذه تقرروا تقرروا وهي تحدثت قبل متحركات 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 قامت إنها تنظف في الخرطوم دكان توجيهاته و تعليماته و نعرف فيها ناس من الرابع و نعرف فيها ناس من ال 14 و نعرف فيها ناس من الخامسة و كان مهمتهم يمشي و يشتغلوا جنوب الخرطوم و كان مهمتهم يشتغلوا جنوب الخرطوم تسحبهم من الجبل و تنسحب بجامنا و القطينة و تنسحبه و تقعد و تعرس لك دفاعاتك و تترك بعض القرى و تنسحبه و يصوله و يجوله و يتحرك بعربية و تتحرك بثلاثة إلا بمناشدات و استقاسات و بعد كم شهر حتى تتحرك و تحركتها و وصلت منطقة معين و المفروض ترتكز فيها و قعدتها في دفاعاتك و قعدتها في دفاعاتك و قعدتها في دفاعاتك و قلتها المواطنين و قلتها المواطنين أي قرية تستغذبكم هناك قرية الشكيري مالذي أخوان أنا لا أعرف اسم القرى هذه القرية اسمها الشكيري و له الشكري شكيري النازل فزعم و قلتها فضيحة فضيحة و فضيحة فزعم و و قلتها ويقوموا رجال وقدموا القاري والنفيس ويقفوا مرقوا الجنجة أو واجهوا الجنجة القنقر كما كان يقفوا فيه، فهي غرق الشكيري هل عدنا المنوف؟ هل عدنا المواطني؟ يا أخي منطقة تستغيص، والجنجة يكونوا قاعدين فيها، يقعدوا فيها بالأيام الناس التي فيها صنددوا لمن زغيرتهم تكمل، قلتها لا تستطيع الاجيش لكن الممكن لفعلك كيف؟ نعم وهو رغب شكل الاجيش يمكن أن تستطيع الاجيش يمكنك ان تنقذ الناس؟ عدنا الجيش، عدنا الطيران، غرب ما؟ أخي عدم الاستيابة الكثير من المتاح ألالي تقول عن طيران 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 تاران اقسم بالله العظيم والكتاب الكريم أبلستي كنك تفعلها وانك تستطيع الطيار تأتي بين فوق تحسب الكمين والكلام تعال بين فوق تعال بين فوق اشتغل شغلك انا نفهم ماذا انت ليلة نازل على الدنجة ومشتبكين مع الدنجة زي ما انت انا وديك مشتبك في منطقة ما بيجي الطيران يتدخل برضو تعال اشتبك طيارة تعال ادعمه اعمل انزال ايسقاط دعم سلح الناس في ناس خزلتهم زخيرته هناك قرى في الجزيرة اقسم بالله العظم الجنجة حاولها اكتر من تزع مرات لا يستطيع ان يذهب دون ما نسكر يسمى تزع والله اقسم بالله العظم في قرية تزع مرات لا يستطيع ان يذهب لا يستطيع ان يذهب بالتسليح ان ترى الناس اكتر من تجلي لا يستطيع ان يذهب انا اتجب منه لا يستطيع ان يستطيع ان يذهب انت بالله العمل الخاص لو كان دار تمتنظف انت نازل حقارك عديل في 18 لماذا لا يستطيع ان يحقر بابا نوسا هناك لماذا لا يستطيع ان يحقر اللوبايت لماذا انت فارقك انت مبارده عندك هجانات وعندك جيش وعندك 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 كمية والمتحركات قاعدة انت بداية الاحدازي انت شاء الله منك دعم ودوا القرطون هنا بداية الاحدازي انت قاعد ليشنو اخواننا زلنا رأيه في واضح الزلده في حاجة ممزبوطة صاني الطيب دفيه حاجة ممزبوطة انا ايبر جعلنا قبل ان اتكلمنا اخواننا عندكم اسمه ايشنو عندكم احمد الطيب احمد الطيب ده بنان على تقارير اخواننا زلده شغل وكعب اخواننا زلده شغل ودفاعات المتقدمة معتمد على الدوشكة ودوشكة ديما هذا غير انه مدهة قريبة الدوشكة ديما الدفاع المتقدم عنده مضادات كمية لماذا يده 23 هناك لم يده مجنزلة خطة هناك ما خلينا الناس ياخي بدوشكات وما خلينا الدفاعات كما هي بقرانوفات في الدفاعات كذلك هذا مع تمهيد للسجود او تمهيد للانسحاب انتكالي يجدل بلينة الدفاعات بلينة مشغل بمسيارات بلينة مشغل بمسيارات بلينة مشغل بمسيارات انا اليوم اقول مثلا في الدفاع في الدفاع المتقدم ده حامد بمسيارة انتكالية اصفق لها دوشكة تجيبها هذا سؤال دوشكة تجيبها الناس لو لم يديه السلاح لو كم لديه السلاح الناس لديه السلاح مجد ياسين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو لم يديك سلاح ففي حاجة ما مضبوطة في القائصة من الطيب ده الثامنة عشر والله الزلده والله الزلده اقسم بالله في حاجة ما مضبوطة وانا كلام ده ما سيدي كلام ده منان على تقارير عندنا الناس هناك والله والله الزلد بفكوا بفكوا عديل جنجة بفكوا طوابير بفكوا ناس مرصودين متعاونين عساكر بجيبهم بجيب فكهم والي من سماء لسماء والي لف من سماء لسماء من عزومة لعزومة فوض شديدة كمية من الطوابير التابعين للجنجة يتحركوا وقعدين الآن مهجرين ولا يوجد أي ضبط ولا يوجد أي مراجعة الارتقاذات كلها وتفاتيش كلها تدفع تمشي تدفع تمشي معقولة يا أخي معقولة فالزادة لا بد من أن يتم وراجعتهم وشام الطيب وعليكم السلام لا بد من أن يتم وراجعتهم 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 قبل ثلاثة يوم وقفتهم قرية تستغيص وتدافع لا بد من أن يتم وراجعتهم أكثر من كلا ويأتي أنه فقط لم يكن فتح من أن يقوموا بهنا وقفت معهم ودورك شنو انت؟ كذلك سؤال دورك شنو؟ طيب عندك العاصمة قرب ومدرمان وجنوب ومدرمان قلنا شغل محصور في أماكن معينة برضو سعدت الظافر اليوم دي وضعه ما عاجبني من حيث التسليح الزلد عنده سلاحة من حيث التسليح الزلد عنده سلاحة من حيث التسليح الزلد عنده أفراد عنده آلاف قاعدين في المعسكرات مؤتمد على الناس معينين الناس الشوالع ذاته حفظهم المواطنين هناك حفظهم عنده أوكار معينة ومناطق معينة المفروض يضقط علىه يكسف الشغل بتاع المسيارات في دار السلامات الأيام المفروض يدخل سوق ليبيا وقادر على أن يعمل هذا كلام لكن ما عنده أي عزره لا عنده يجب أن يعمل هذا كلام يجب أن يعمل هذا كلام يجب أن يعمل هذا كلام إذا سألناك في الدرمان الجيش الذي لديك هذا يعملونه هذا سؤاله ويجب أن يعملونه في صالحة وديهان يجب أن يكونوا كتر يجب أن يحملوا أو يستطيعون أن يعملوا ويجب أن يعملوا لا يستطيعون تحديدون هم ويجب أن يعملوا ويجب أن يعملوا ويجب أن يعملوا ويجب أن يعملوا في الدرمان القديمة أذا كان قد أقسم الله لما جنوبنا يتضمن قد يجب أن يجب أن يعملوا إذا كان أصعب أو قار الجنجة لقد أيضناه في المدرمان لماذا؟ هل رأيتم؟ يبقى الآن واقف لا يوجد فهم لا يوجد فهم لا يوجد فهم لا يوجد فهم هذا التاخير كره الناس وقلبه الناس يزهجت وقربت وقربت لا يوجد فهم لا يوجد فهم هل يوجد فهم لا يوجد فهم لا يوجد فهم لدينا جنب الفرطوم ونزلوا في ظروف صعبة والحمد لله قدروا كنترول على جنب الفرطوم وتحولوا من دفاع الهجوم والآن لدينا عمليات بعيدة من الإعلام والآن تقدمون وأن هناك تراجع وفي انسحابات للجنجة والجنجة الآن المنسحبين وكل مرة ضيقين الخناق عليهم وذلك إن شاء الله وجهتهم معروفة إن شاء الله يقادم هناك نازل حدهم وفرملاتهم إلى الاستغاثية بإذن الله تعلم ما تفعله معدد من الهداف تم تحييتها في محور بحيث عندك صحفات وعندك جنوب الحزام وعندك المدينة الرياضية وعندك الحتات يوجد قصف ، وقد قلنا أنه مدفع أو للشغل المسيارات ، عند القصة الخرطوم ، ، وديه شغل لا زي شغالين ، ، بل عمل النوعي ، ، وقلنا نحفظي على مواقعه ، ، الأستلماء ، ، لم يجب تراجع ، ، تمامنا عليهم ، ، كلها تمام ، ، لم يجب عليهم أي شيء ، ، ألا يجب أن ينبعين فيه ، ، لكن ، ، ، يبدو ان الاجتماعي لان تفاصيله ما وصلتنا لكن كانت جغبة في المليان عندك حفظ الغيادة قلنا برضو عندك الصفة هناك برضو في هدف تم التعامل معه الجيش في الغيادة بخير ما عنده مية عاوجة امورهم تمام قلنا برضو في هدف تم التعامل معه كذلك عندك الجريف في هدف اليوم تم التعامل معه عندك نمشي بحري بحري دي اخوانا قربت تبرى بحر زر الهواء بحري دي قربت شديد ما فضل شيء بس الغيادة لاناك شد الهمة عادتنا كم هاي شاقالي شاقالين عارفين احنا الشغل لكن برضو نطنع في المزيد الايام دي العملات انحصرت في اماكن محدودة وحتى الجنجازات وقعدين الان في جيوب محدودة طبعا المهاجمة الجيش المدابعين الجنجة هذا التغيير الحاصل المهاجمة الجيش المدابعين الجنجة والعملات النوعية برضو يشتغلت شغل مصمر كذلك عندك المسيارات كانت مهاجمة جنجة كذلك المدفعين كذلك المدفعير مقعدين القيف شقالة في بعض التسلولات يتموا بعيدا الناس البزع من الشامبات الشامبات لسه والصبابي والصبابي اللي يجب بزع وشامبات وعندك يجب بغادي هناك الناس قوبر تسجعها في الكوبرة يجب أن تكون دعم من بعيد ليس لكن بإذن الله تنظفي عندك المصفى الليلة أيضا في عدد من الأهداف تم التعامل مع عبر المسيرات وأنا لا أعرف الغايد الثالثة الزلدة ناية النوم غريب والله العظيم منتظر الله أعلم متحركات تمشي تشتغل جيدا يقول لك كما كنت ترجع يمشي جسدين جسدين إذا اشتبك خفيف يقول لك لا ترجع هل يعقل؟ كده سؤال والغاية الزلدة عندي في وراء لأن الجماعة قالت إبراهيم أزودعتك مع مشكلة معاً؟ لا معاً مشكلة مشكلتنا هي أنه تقيل متردد يقول لك أننا فرضين حصار تحرق على الجنجة لا تتحرك شغل المزايرات وشغل الجلدية لا تتحرك لا تتحرك لا تتحرك هذا المفروض يحصل قلنا جزيرة هناك أجزاء من الجزيرة في شغل في عمل خاص تشقال لا تتحرك وشغل تتحرك وشغل يتحرك وشغل يتحرك وشغل يتحرك يتحرك وعندما يتحرك تتحرك تتحرك في العمل يتحرك في جزيرة تتحرك 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 وشغل تتحرك وشغل تتحرك تتحرك وعندما تتحرك عن فراسة ورجولة صندضت أبطال التيكان وعندما تتحرك تتحرك ورغم الحجد لكن المنطقة صحية في السلحة لا يمكنهم تتحرك تسليح تسليح كلاش لما يجهد مع المضادات كنسى نتساءل وين الجيش لماذا الجيش لا يدخل؟ نحن كناس اتكينا مبسوطين منهم وراضين عنهم مبسوطين منهم وراضين عنهم للآخر لكن الجيش أين الجيش؟ هو في المنطقة أخوان نزل عنده كلاش الناس اللي انا رأيتهم كلهم مسلحين كلاشات لا يوجد قهران وفات تد كثافة نيران ولا يوجد ثلاثة وعشرين يد كثافة نيران ويحد من تقدم الجنجة ولا يوجد أي شيء يبقى جيش وين؟ مفروض يكون في طيران ومفروض يكون في عمل أرضي هذا مفروض يحصل دواج بك دواج بك لماذا كله غرياء جنجة لا يوجد استجابة سريع للطيران؟ أنا أتسأل السؤال لماذا؟ 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 لماذا الناس كلها تقومون تطالب بأنقذوا المنطقة الفلانية؟ لماذا؟ حرق من أي منطقة من أي منطقة حرق وين المشكلة؟ عندما تتعامل مع الجنجة لا يستعمل فوق وعرفون أي تحرق لا يستعمل لأي قوة من القوات التي كانت يكاتل فيها الجنجة ويحرقونها أقرب قوة ويحرقونها أقرب قوة ويحرقونها وإنما تتحرك من المشكلة فتشجع فإنما تتحرك أو تشجع أي قرية أن تدافع عن نفسها هذا المفروض يحصل فإن شاء الله يحفظ أهلنا في التكينة ويحفظهم في بقية القرى إن شاء الله ويتعرفون أن هذا طبعا دخوا الططب باق المواطن فشلوا عسكرين يسيطروا على البلد فشلوا والجيش هزمهم دارين يجرون المجتمع الدول بأي شكل من الأشكال يضغطوا على المواطن لتدخل المجتمع الدولي ويجعلوا شغل مقصود وهم فشلوا وعرفوا أن الجيش لا ينتصروا على وآلاف الأحلام إن شاء الله مزالت استثافة القرى إن شاء الله ستجدوا حال ونحن نسكتان أكثر من هذا وإذا كان هناك حركة للجيش نرى طيران وقوات بالأرض وإذا كانت قائمة مسلحة مهمة لكي تكتروا أنت بحماية المدنيين صحيح؟ نازل الآن في نجدك طالبينك القدروا عليه وعمله أنت كجيش أين؟ هذا المفروض يحصل حسنا قلنا لكم أن هذه المعركة هي قريبة شديدة الصادق قال لا ترد علينا لا ترد عليك هذا المعركة لا ترد أبدا كيف لا ترد أبدا؟ يوميا أننا ترد على 50-60-70 هنا ويركز في الله يقول لكم أن ترد لا ترد عليهم حسنا هذا المعركة هذا المعركة أنا أتبعنا الكلام وقلت أمس وقلت أمس قلت أمس هذا المعركة أنا بالنسبة لي محسومة أنا بالنسبة لي المعركة محسومة كيف؟ هل الجنجة الموجودة في سنجة أكثر من الجنجة كانت في جبل موعي؟ لا طبعا هل تسليح من نفس التسليح؟ طبعا الآن الجيش حدى قدر السنجة لا ترد أسهل حتى الناس الحرروا الدندير داخلين في المتحركات الداخلة سنجة يعني الجيش كل مرة وكل يوم يضيق الخناق على الجنجة وكل يوم يتقدم وتراجع خالد يجيبه أحمد قال الأول سؤال يخش اللايب مقعد تردع لي هس أنا لديه عليك كبارك شنو أعزمنا في القديم ده طيب قلنا يوميا الجيش متقدمهم فيه تراجع متراجعين هذا سؤال سؤال أكثر من كده الجيش عمل شنو يعني عمس عندك عمل حركة بحركتان الجيش حسنو في دقائق دمير لم كم ودمير لم ستة عربة دمير لم سرسر دمير لم سرسر فالمعركة السنجة دي أنا من نسبة لي محسومة مثلا بتاعت وقت في الأيام الجاية إن شاء الله بإذن الله سيتم تحرير السنجة بإذن الله تعالى هذا من نظر الموقف العمليات العام نحن للموضوع بتاع كاتب أنا عطبرة أحد قلت له أنت تكلمت عن عطبرة أيها كلامنا عن عطبرة إن الإرتكازات والتفاتيش الموجودة في عطبرة يجب أن نشدوا الهمة ونشتغلوا شغلكم هذه المخطط النازل يدخلون ناس بل قطاعي هل فهم ما؟ الله أعلم هذه المعلومات التي تحصلنا علىه معلومات مؤكدة من داخل الجنجة يعني النازل يحركون ناس يحركون ناس يودون على عطبرة يودون على هذه المناطق مد جامل نهاية مجاملة بها بالذات الوجوه الغريبة الجائدة يتراجعوا طوالة تتفتش تلفوناتهم يتراجعوا تتفتش تلفوناتهم ويجب أن نتعبوا في حالات تحقيقوا في كل الحالات في كل حالات لكن هذا المعروف أي أعمل هذا المعروف مفروض أن يكون هناك تفتش أو يكون هناك ارتكاز يجب أن يعالجوا الخلل والذي يجب أن تكون متواجدة لكي تضبط العساكر العساكر والضباط الشيقانين ينقلوا ناس وانا قلت لكم في شبكات شغالة تدخل ناس من منطقة لمنطقة وفيها نظامين وقلنا دائما اخواننا خليكموا الشغل والقروبات خدوا الناس اللي عندهم خبرة في الارتكازات الشغل بتاع القروبات والشغل بتاع المصالح ده ما منفع احزاز عبدالغادر وعليكم والسلام خويس الشغل بتاع القروبات ده ما منفع زول يعرف شغل خدتوا في الارتكاز جمعت الضابط فلانا جمعت المعارفة القائد فلان وخدتم في النقاط في التفاتيش والكلام القديم عشان يترزقوا الكلام نانفع اخوانه اي نحن في حالة بتاعة حرب نحن في حالة بتاعة حرب في حالة بتاعة حرب والكلام ده ما منفع النازل استلموك فتشوا تلفونك راجعوك لقوك بواطن صالح ما في ذلك عنده معاك شغلة لكن لقوك متوردة هاي خلوك ما تسمع علينا لا يصوت يقعد يقول لك يا أهو الله العظيم النازل بالسادة ومنطقة معاينة لا 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 ده شغل أدمي ولا ده لو كنت واقف هناك ولا ما بيجاملك والله ولا ما بيجاملك بواطن بالله والله يفتشك تلفونك تفاصيلك والله اشتبهت فكنا يطلع منك المعلومة والله والله شوف اتضيع جزيرة لا أعلم شيء وعندما كانوا هم شقالين وعملون فيها معارف حين ينتظوا ونزعوا بحجة انهم معارف ناسينين ويجوه كيف اغلبهم بخلع المدني والربس والبس الجنجة وصف حساباتهم مع الناس مهجولة يا اخوانا يا ناز عدبرا والله اقسم بالله العظيم في التكاتات كذا اقسم بالله العظيم تجد شفعة الناس يحصل على عمار من 19-17 إن استخدمboarding في الشبك البريه يريد動 مع عشر. شبك الدفاع في๋ان فهم الار praktاة فالشببت المخطة البريء عند المخطة التفاويل بعيدة من الصالحة و البحرية�면 ميشة القدنيل لا يمكن على مشاهدة الفلالي إذن يجب أن يترغل ويكون هناك تفاصيله معه حسابه ويحاوله في بانك بانك الزولي يجي ماشي لنا ويقولك العظم هذا زولي سيب و سيب و سيب و سيب دفعه حركاته ينتظر بيحدثهم يتعبع بلاسه ويوصل وين ؟ يكون هناك ويوجد من الوصل برسودان وكما أردت قبل أسبوع قبض خمسة عسكري اثنين تابعين للجوازات ثلاثة الشرطة الأمنية من ضمنه مدحك يطلعوا جوازات للمتعاونين للجنجة يعني بعد الجرامد ارتكبوها والشغل العمراء والشفشفة وضروا ناس وأرشدوا في ناس ينظروا الخدمة قبل أن يلدمهم ذاتهم وحجزوا أن هذا الفلول وكذا وفيما عديل قصده وفيما الوده عديل يجي يمرق بدل ارتكازه يجنع له من ثلاثة مليار المشفشفة ولا أربعة مليار دي مارك ما في الطريق مرحبا؟ 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 نحن للدارجة وتجد أسمع عليها أصوات يقول لك قال لا لا الله العزيم يعني أنت يقول لك أخو الله نازل بعامل النازحين معاملة ما يهو هنا زي محمد خليفة محمد خليفة ايجنا محمد خليفة مجينجة؟ تبتورينا محمد خليفة تبتورينا كتابات وكلها كذب في جذب وكلها تجل في تجل وكلها تلس في تلس تبتورينا محمد خليفة مجينجة؟ ذهبا ما؟ محمد خليفة سيكون صدق محمد خليفة قد وقال معلومة صحيحة وقال معاملة متخلق دعاية عسكرية للجنجة وقال بعاملة ضد بلدك ضد الجزة وعجزة بزول نهاية ما عنده أخلاقين ولتكذب ما عنده أي مشكلة لديك دارفتين بين الناس نهر دينة ودارفتين بين الناس الجزيرة حتى لو جاءت نزات و شاهدت نازل و يدخلوا بحاجة انه نازح نازح من المنطقة الفلانية طيب انا اجرائي لابنه شنو بعمل انا اجرائي لابنه ازول اذا قلت لابنه و تفاصيلك و معاك اثبات اثنين الاثبات تفتيش ده مهم يا ازول حتى لو بقيت ضابط حتى لو بقيت شنو هل تفتيش تقتل ايذ ان المناطق لابنه اجه عادبرة القدارف voir مروى لا يستحق الان اجرائهم والكاظرة و يستحق الان اجرائهم لم تكن من زر اجرائهم ورظت كيف حصل واذا حصل كل الناس كان هناك شاهدت اعمال هامشية و هنال ذا لابنهم وكانوا منتظرين لحظة الصفر عندما دخل الجنجة ورى كلهم يدعوا الهناية لأن الناس الذين يصفح حسابات مع الناس قلت لك أن الناس يدعوا كلهم داخلين لابسهم جنجة وكلهم بدأوا من الداخل لذلك الناس لا تسكت لأن تفتش ارتكاطات التي رأيتها في عجلك فقط من تفتش ارتكاطات التي رأيتها في عجلك فقط فقط تسمع لنا الأصوات المتجنب وأنه يقوم بالمعارف والله العظيم لأنه لا يعرف من الاسطنية معينة لأنه لا يعرف تابع الناس لأنه تأتي بأداءك جيدة لأنه لا يوجد أي شئ ولا يوجد أن تقوم بالت種فيد لأنك فتحبتك بشكل أكبر وأنه لا يوجد أي شئ لأنك تفتش لأنك فتحبتك حتى لا يوجد أن تدخل ويجبككم يا دبعة يا دبعة أرادوا محبا معروف في الحروط اليوم نعمل عمباتة للزونات والاجهازات للأفراد والأستادة وحايم عنده واسط واسطة بلع هذا المفروض يحصل عندك ناس كسلة ناس الشرطة ناس الشرطة ونسلمني بعد كده والله العظيم شفته بس سرد بساك وشام الصدق ونسلمني هناك والله سرد بساك وبرضو ناس كسلة برضو الاستفاة ما منفع نهاية اي اذن قال كلمة شفته ولو دعم جن جدل بكلمة ما المفروض تمشوه له مفروض يحاسب بالقانون موش ساين تفاتيشكم برضو فيها سغرات كتيرة نحن والله منشيد في التفاتيش دي كلها والله شفتها منشيد بالتفاتيش بتاع جبت جبت دي فيها تفاتيش ما شاء الله طبارة الله يارد كل التفاتيش تحزو حزو ناس جبت يزال مفروض أي حالاته والله يجبين أن تكرموا والله علي الصنح alright والله لانين عندنا مصادير يقف اسح الاشخاص اقسم بالله العظيم هنا شرف من الى اذن استردت مصادر جبت مصادر عديل وتاعواتهم فيها اقسم بالله العظيم الشرف منزل لا يجب أن تفتيش الوحيد لما ترى أن تكون شائل لهم هذا الصح ذاته هذا الصح لحد هنا عندك القضارب نلاحظ أن هناك حركة الأجانب الموجودين هناك الناس يراجعون الوجوه الجديدة الناس يراجعون الناس يراجعون هذا المفروض يحصل زهرة الصندل هذا المفروض يحصل راجعوا الناس يراجعون أيضا عندك ترانزيت ترانزيت والله العظيم نفس الشغل الجبت صينية المعلمين لا يدل والله تقارير الجامع من هناك إن شاء الله سننزل بهم بشادة حسن عبد العاثي قال هل صحيح تم إصلاح كبري جبل أولياء غير صحيح غير صحيح طيب تقال أطلع وتعال ثاني من جديد أطلع وتعال ثاني من جديد أطلع وتعال ثاني من جديد أطلع تكسير والقلطات والهفوات حصلت في مدني وحصلت في الكلام لم نقبل في عطبرة لم نقبل في شندي لم نقبل في كسلة لم نقبل في برسودات ولم نقبل في أي حدة لم نقبل في مدينة لم نقبل في مدينة لم نقبل في مدينة والله العظيم بالنسبة للعجوبة خالد عجوبة الوهمي خالد عجوبة شابك لك كل القوة الفاشر الجوة كل القوة الفاشر الجوة وهس صيج جماعة شامو فيها منظبي ما لقى عجوبة غير مدينة الآن فعلت بواسير وتدريب أن تنقبل في الشاشة ويجب أن تكون فتدريبا ومتحدث في النهاية ومتحدث في التصوير لكنها عجوبة والله نصبح الله هناك جانجة هذه هي نهاية نهاية وليست تعتمد على جانجة هذا لا يوجد قضية لا يوجد هنا و لا يوجد هناك سنة الكل أنه لا يوجد ساعتك من الهلالية ما أدعي بس أن ربنا يحفظ الناس الموجودين في هناك وأدعي بأنه ربنا يحفظه الهلالية بالنسبة لنا منطقة مكلومة الهلالية وكل يوم الوضع بزداد سوء لأننا كذب هنا ونكذب عليك والله يقولنا صحيا وأي حاجة انتهاكات ذات والله الواحد يخجل يقول طيب طلع ابو ظبي صاحبك خالد عيوبا شعبك لك الناس انا وانا يا قذابي اخوان الناس كلهم بدعا ان طلب ساقت شبت الناس كان ساقتين الناس بالشعارات الحمد لله رب العالمين ميزنا من زمان والله السوري من الزور القواسة والله كلهم واقسم بالله العظيم اخواننا نحن سبحان الله نحن عندنا سبحان الله معارضين أسوأ من النظام ان كان حاكم والله يجب علينا الأحزاب ذلك كم الأحزاب ذلك كم الأحزاب ذلك والله يقصم بالله الحمد لله ذات وقصم بالله العظيم لن يتخارجنا منكم ضيعت الناس قدموا الغالي والنفس الناس ضحوا بأرواح وقدموا صورة في النهاية تجوية تبيعوا البلد للجنجة في النهاية تتقامروا مع الجنجة وتبقوا جنجة الفترة كلها كنتوا خلاصات شغالين بمرتبات تحتاجين جبيعين تسوق الناس يا خب الخلق حسنا 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 الحسنا في النهاية تجلبوا من هذا الجنجة وتزوجت مع الجنجة وأ куда يمسون ويزوجهم والله عائبة اليسرين كنت ضابط تابعوا للقوات المسلحة هذا يوجد كم سنة أهلك فرحوا بيك وفرحوا بيدخولك في النهاية يجو الدين جلماء قاعدين يمشي في الوطا يجو في النهاية يمهزلوا بك لكن هذا الشي اللي انت عملت بيدك هذا الشي اللي انت عملت بيدك ما لولك صوت صاحبك أحمد فتحي ما لولك صوت أقلع الكاكي قال الله ينام أقلع الكاكي يا أخواننا هذا نقطة في بحر من الشرق قاعد يحصل بنات النازل نقطة في بحر هسي عندك في حمامة عندهم عميد ملو حبل والله العزم والله عميد ملو حبل عميد جماعة دل بوين بوين كده شفت شانفه وربطه ومصدر قال له يقسم بالله ملو حبل قالت له لأكل كم يوم قال ما باكل زعلان عميد كامل تابع له ها وشوف درسالة هو والله أي زول أنا دائما قلت لك شفت بفرح عندما أرى ذلك يقول لك أنا انسلقته من الجيش ونضمت للنازل أنت تعرف ذلك كده ريح ذاته لأن الجيش السامة يأتي على فصيلة يأتي على فصيلة يأتي على كتيبة يأتي على متحرك وقد قالوا أن الجيش السامة وبدونك ماشي وبدونك وبدونك ماشى وبدونك ماشى وبدونك نعطي الزلدة والذولة هي 148 زي بقال لقد كنت أخذ الجاهزاتك واضحة شاهد الزلدة نفسها لذلك الزلدة و حسنا لا تركبت مكانت عاقيد هذه المساعدة يمكن أن يبقى فيك كما تعتبر هذا الرابط هذا الرابط و تعالى هذا الرابط يدعى أنك في تحتراب يقول لك يا سعدتك ويأسيادتك وكل من يشوفوك الناس يقولون وين يا زول؟ وين يا إخ انت بقى ضيعت نفسك ساي؟ ها؟ شوف النغيب سوفيان؟ أنا النغيب سوفيان المتمرد على أساسة بغادة ده الجيش ما عارف هسك الزول ده لمن قدومه كان سلم على بعض ولمين يا زول أمور ويأعط الطرقه ظهرت في وش يوم شوف في النهاج عمينه باكل فشنا؟ ها؟ شوف يزلوا واحد ساي كده ذاته مستنفر يقول لأسكت أزول لن أكله أسكت أزول دماء وكت كلامه أقول أكلك ذاته النقيب نقيب نقيب قوات شعوم سلا كوالا الأسف يا أخي ناسه ذاته مكاربين ناس 66 ها؟ 56 يا خلق الله معقول 56 وتقضي من دبع 56 معقول؟ سأزول على الله تابع على مؤسسة محترمة ومؤسسة عريقة ضابط بالقوات المسلح مركب دبورة تطبيع عليك يا أخي ملايش زي ذاته؟ إنت قال الاحتراب والمكانة كميز؟ إنت قال الاحتراب والمكانة والتقدير والهيبة قال أنت تلاقيه في الجيش وتلقى عند ذاته؟ لا تلقى ذاته عندما يجب أن تضابط تأتيه في الجنجة لقد قلت لك سعادتك لديه أدب والاحترام 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 لديك قواتب لك أنت كضابط لك أنت على الجنجة هذه المشكلة لهم مع المؤسسة وإذا كان برهان قائد المؤسسة يقول هذا غايدة لتنفذ لا تتسلم ما عندهم حاجة تذكر الناس هل كان في ستاشر مثلا كانت تابعين الى ستاشر قال المشو قال يا اخو الله نحنا سلمنا واساسا كانوا هم دير ممسوكين في الكاركون المشو قال يا الله العظيم انحنا سلمنا وانحنا معارف شنو وانحنا انشاء الله جينا وعندنا قضية شنو وحيات الله بعد كم يوم جلدوا معديل قال له ما تطوابير ما بيحترموك يا اخو ما بيحترموك بعد قلت له نفسك توهيب نفسك ساي لا تزيل نفسك فكر ادعاوه مع الجنجة وانحنا سأعرف نغيب نغيب والله العظيم نغيب من القبائل الموجودة في الجنجة قلت له سيد نازل ماشا كيفيك قال لي يا حبيب نهو ما نازل عليك الله احترموك قال لي نزول ضابط نغيب عمش انضم الملم يعني هيدوني شنو مثلا هفقد ما كانتو هفقد احتراموك قال لي هفقد احتراموك لنفسك فنصيحة ندير اي زول ضابط في الجيش او ضابط صف او جندي انت في نعمة زول انت في مؤسسة باحترموك شعبك باحترمك وده بلدك ونازل ضيوف ونبقوا مارقين انت وحياط الله دارت دوش كان بيدافع قبلي كم بشنو دارت دوش همشت بعد جنجة ديل ولا خليه يوسوس لك شيطان وقول لك ان هزل عنده بقضية وانه عنده من الفتر تشتهر فالشهرة كان بتنفع كان نفعت سوفيان الشهرة كان بتنفع كان نفعت سوفيان يا هزل فيه مزول اشتهر كتر من سوفيان سوفيان دا حتى الناس برا بعر اشوف في النهاية ملبسهنه قميزه ما طالما الدود من تحت وكيف كيف او يا هزل هوي ما تلعب يا هزل نهاية والله اللعب ما ينفع اياك ثم اياك مؤسسة دي هزل مؤسسة عريقة هزل هذا قوي تلعب ساعة يا هزل ربا اكرمك وقيت ضابط وقيت فرد في لغات المسلح ذا أحمد ربك سازر ماذا تفعله؟ يا أخو ماذا ذاته؟ أنا استغربت في بلو شاهدنا انشقاغات حصلت في دول كثيرة نازم ينشقوا، ما بهروم، هو هارب وقال أنا منشق نازم ينشقوا طيب قول انشقيت يا بلو مع أننا قلت بالنسبة لأنا 110 غروب سيجتة طيب يا بلو، أول حاجة شاهدت في تاريخ العسكرية كانت لديك عامل مع العسكرية ولم يمكن ان تحلب علامات معجرين ويعني تحببهم هذا ماذا نزح؟ يومي تحصل على العسكرية وانت لديك مشكلتك مع العسكرية هذا هو قانون العسكرية لان تحترين الآن إذا أعرف أنك مطلس فيها ٩٣٣ إنت أصلا أن الرأي مقدم شربتها وقربتها وقربتها كثيرا وقسم بالله إذا أصبحت جنة في النهاية فضيحتك إذ قال وغير كده عندك جرائم أخلاقية جرائم أخلاقية داخلية سبحان الله حتى سوفيان زاده ١٥٠٠ سوفيان زاده ١٥٠٠٠ سوفيان برضو كان عنده بلغ مناسب قبل أن هذا العديل لديك عالمي كان ملفه كعب ملفه واسخان كده كده كان ماشي عندك الشريف المليح دك العقيد تع سلح المهندسين الصيح عقيد دك قصة معروفة عقيد خدته في حتة وخدته في حتة ويساعدوا ببالونيبي قاموا بيكام مسيّة وقاموا بمسيّ الأس ما يصبح نفع بايخواني يخوانا الى حد انه نجيف ويلان نتغذب بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتصبحون على خير